اربعة وعشرين في فرنسا هتلعب في معادة. توماس بخ بيقول ان في عشرين اربعة في فرنسا الدورة هتلعب في معادة. بس هو بعد ما اعلن عشرين اه عشرين عشرين كانت في توكيو اتأجلها سنة. اتأجلت سنة وكل ده كان خلال الفيديو كونفرنس التعامل مع كل رؤساء للتحادات الدولية لبحث كافية الخروج من الازمة. وكمان قال انه هو ان المجهودات رائعة جدا اللي اتحادت دولية كلها بتقوم بيها. وارعهم في خلال الفتر التوقف وكيفية الخروج من الازمة. وكان فعلا ان المقرر كانت لها بتوكيو في عشرين عشرين لكن اجلها لمدة سنة. بس لما اجلها لمدة سنة لازم نرجع بالتاريخ مع اليابان بالذات. اليابان بالذات لها كل اربعين سنة لها ظروف. مشكلة. تعال نرجع كده بالزمن لسنة الف وتسعمائة واربعين. الف وتسعمائة واربعين توكيو بتستضيف الاولمبياد بتتمنع منها. بتخرج بيستبع ايه توكيو? ليه? عشان الحرب العالمية التانية. ادي واحدة. تمانين بعد اربعين سنة انسحبت اليابان من وخمسة وستين دولة من الولايات موسكو. ليه? عشان غزو انتحاد سوفيتي ليه? افغانستان. وعشرين عشرين تتأجل سنة. تخيلوا ان توكيو يعني رايش هادي بيقول لي. في الاربيس بيقول لي يعني كفاة ممكن ما تنظمش تاني. فعلا كل ما توكيو تيجي تنظم يحصل مشكلة. تلت دورات اولمبية. في تاريخ الدورات الاولمبية اتلغت دورتين. بسبب الحرب العالمية التانية. لكن اول مرة في تاريخ الدورات الاولمبية ان دورة تتأجل لمدة سنة. نتمنى ان توكيو تخفى علينا. وتمنى ان توكيو بتحاولش تاخد دورات اولمبية تاني. عشان ربنا يكرمنا. وتعدي. هنسيب توكيو ونتكلم مع مع المهندس شامحطب او يعني بيقول تصريح ليه المهندس شامحطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية. كان متوقعين ان اللجنة الاولمبية الدولية تؤجل. وتاخد القرار التأجيل. اتأخره شوية. لكن فعلا مفيش. مفيش مشكلة خالص. قال ان القرار التأجيل طويل. نسبيا قتاح لنا دراسة الموقف. ده المهندس شامحطب. واشار ان التأجيل سيجبر اللجنة الاولمبية المصرية على تجهيز خطط بديلة اللي لعبين المصريين. مهم جدا جدا. هندرس ازاي لمدة سنة. السنة دي في الدورة في الدورة الاولمبية بالمناسبة توماس بخ قال ان كل الرياضين اللي تقاهلوا عشرين عشرين هيلعبوا في واحد وعشرين. مهما كان السن مهما كان عدم تقاهلهم لدورات تانية كل حاجة. يعني الاسماء اللي تقاهلت لدورة عشرين عشرين هي. الاقل هتلعب في عشرين واحد وعشرين في تقل. فيش اي اختلافة. بسه عندنا مشكلة. هو طالب. وقال. الوزير الشباب الرياضة دكتور عش де الصبح ان هو عايز يأجل انتخابات الاتحادات الرياضية. تأجيل انتخابات التحادات الرياضية العشرين واحد وعشرين. هو المفروض التي تحادل التحادة الرياضية بتعمل آم انتخابات بعد الدورة الاولمبية. بعد الدورة الاولمبية. لكن هنقف هنا عند نقطتين. يا اما نعملها في شهر تسعة لتناشر يا اما السنة الجاية. طب لو اجنت السنة الجاية عايب عندك مشكلة. ايه المشكلة? ان الاندية الرياضية اغلبها هتكون انتخاباتها في نفس وقت الانتخابات اللجنة الاولمبية او اللجنة الاولمبية. مفروض الاندية هي اللي تجيب الاتحاد. يعني الموضوع ماشي. وجهة نظر ليس اكثر واكيد في الاخر وجهات النظر ده اختلف لكن نتفق في الاخر على المبدأ. ان احنا نعمل الانتخابات السنة دي هي الاوقعة. علشان ما نطلعش السنة الجاية ويقفين انتخابات اندية وتبقى في انتخابات اتحادات ويحصل نفس الدروب اللي حصل قبل كده. خلص احنا عدينا دلوقتي لو تعاملت الاندية هي لها الجيد. الدورة الاولمبية تقعد تشتغل ايو الدورة دي او الاسلوب ده او او الاربع سنين دول هيكون فيه اتنين دورة الاولمبية مفيش مشكلة دي حالة استثنائية. بس السنة الجاية بندي هند. بندي جرس انزار ان السنة الجاية هيكون انتخابات التحادات واندية مع بعض في نفس الوقت. اعتقد هيبقى دروب مش محلول. فاعتقد ان الاوقع ان السنة دي هي اللي تعمل الانتخابات لالتحادات الرياضية. ايا كان. والدورة تقعد اربع سنين وفيها اتنين دورة اولمبية. وبعد دورة اولمبية ان شاء الله عشرين اربعة وعشرين فرنسا. نرجع نستمر في هذا الواقع. لان الدورة دي. لو تعرفوا الانتحاد كلها تقيبا مدتها سنتين ونص. فلو زودنا سنة. الدورة بعد كده بيقى تلات سنين فيها مشاكل كتيرة. فياريت بس نحسب الامور كويس. علشان لما السنة جاية جيلنا ويكون عندنا انتخابات عندها. ما يكونش فيه كمان معاها التحادات واللي جيلن الولمبية. يبقى الامور محسوب من اوله. نجمتنا الكبيرة فريدة عصمان. على تويتر بتقول ان تأجيل الولمبيات ده قرار صائب جدا. صائب جدا. ان هي بتأكد ان القرار اهم حاجة. القرار الصحيح. عشان صحة وسلامة اللاعبين هي الاولوية. دائما. هي الاولوية صحة الشعب او صحة الانسان. هي اهم حاجة. وكما التغريدة دي على تويتر بتقول ما زالت افكر في كل العمل الشاق. والتضحيات التي حدست في مشواري. استعداد للولمبيات مما يجعل تقبل امر صعب. عندها حق. لان كل الرياضي في العالم. كل الرياضي راح الولمبيات في توكيو عشرين عشرين كان دلوقتي في فرمة داخل في الفرمة العالية. رايح بفرمة مختلفة. المراحل بتستعد عشان توصل الولمبيات. يبقى عندها فرمة عالية جدا. لكن قالت في الاخر ان كل شيء بيحصل لسبب. ودايما بفكر بايجابية واعيد التقييم واستمر في في المضي سنة اخرى. هتستمر في تضحياتها السنة اخرى. لانها عندها طموح وهدف عندها ان هي تجيب مديليا داخل الاولمبيات بتشكر كل الناس على دعمهم المستمر. وفي اخيرة على الرأي. فريدا عثمان. نجمنا الكبير مايكل فيليبس بيؤكد على كلام فريدا عثمان. مايكل فيليبس ده اعظم من انجبته الملاعب العالم. ده يا رأيي وده التاريخ ختب كده. خمس دورات اولمبية تمانية وعشرين مديليا اولمبية. لو تصنف على دول العالم يطلع التسعة وتلاتين لوحده. ما شاء الله عليه. مايكل فيليبس في حديث ليه طايم اليابانية. طايم اليابانية. بيقول بيؤكد ان حالة التوتر دلوقتي هي اللي بتسود ما بين الرياضيين وعليها التأجيل الغير مسبوق للأولمبيات. هنقف وقفة عندي دي. هنقف وقفة لان هو مايكل فيليبس دي بق شخصية. بعد اولمبيات لندن عشرين اتناشر. وبعد ما احرز اربع مدات دهب واتنين فضة. كان شيء مهم جدا. الناس في العالم قالوا ان الاسطورة انتهت. مايكل فيليبس خمس دورات اولمبية. خمس دورات اولمبية. فقالوا ان الاسطورة دي انتهت. بس مايكل فيليبس يفاجئ العالم مرة تانية فريد جانيرو. لكن هو ساعتها حصل له توتر نفسي. حصل له مشكلة. جاب دكتور نفساني. وقعد يتعالج معاه. وقعد ازاي يتقهل لدورة الاولمبيات في ريدي جانيرو عشرين ستاشر. في عشرين ستاشر حقق خمسة دهب واتنين فضة. وواحدة فضة عفوا. خمسة دهب وواحدة فضة. ده مايكل فيليبس. فالنهار ده هو بيتكلم وبيخاطب العالم. بيقول انه هو مرتاح وسعيد جدا بتأجيل الاولمبيات للتغلب على فيروس كورونا. واكيد انقاذ اكبر عدد ارواح. والقرار بالفعل منطقي وزكي. المحبط بس انه استغرق وقت طويل. قال ان الوقت خد وقت طويل جدا. واكد الاتحادي اللي بواجه الرياضيين. دلوقتي هو الانعزال وقلة الحصص التدريبية قلة التدريبات يعني. في الرياضيين. وقال ان الفترة دي بتبقى قبل وبيب بيكون في اعلى فور مبادرية. كل نسة بنتكلم حالا. لكن قال لازم الناس تبتدي تتعامل مع الواقع. تتعامل بشكل مختلف. وكل الناس تجي لها ده كترة نفسيين عشان يقدروا يغيروا الفكرة من ان هو يقدر يشتغل بالشكل ده على اولمبيات توكيو. يشتغل كمان سنة. الوقت يدام نبع شهور لتوكيو. فاكيد الاهداف ده اختلف. وهو نصح وكل الرياضيين كلهم يفضلوا مستمرين في العمل. وطالب كل وقال ان اي رياضي في العالم بيتواصل معاه. بيديله النصيحة. واكيد ان هو تلقى عديد من الاتحاة الخاصة بالرياضيين. واكد ان هو مش ممكن يبخل على اي رياضي في العالم باي نصيحة لانه صاحب تجربة سابقة في اولمبيات لندن. بعد اولمبيات لندن عشرين عشرين. لو سبنا الاخبار ونستمر معاها عفوا هنفضل نقول ونقول كلام مهم جدا. هنقول كلمتين مهمين. ان دلوقتي دخلنا في المرحلة الايه? الادواء التخيلية او البطولات التخيلية عفوا. البطولات التخيلية. البطولة دي كانت رانيم الوليوي في السكواش. رانيم الوليلي وكمان آآ علي فرج. ادروا يكسبوا. ادروا يكسبوا بطولة جراس هوبرز. بيعملوا بطولة ازاي? تخيلوا بيعملوا البطولة بيقعدوا الناس على الانترنت والسوشيال ميديا ويقولوا ان فيه ماتش بين رانيم الوليلي وبطلتنا نور الشربيني. الناس بتصوت عشر. حسب ما هي عارفة. واللي بيكسب في التصويت اكتر هو اللي بيكسبشه. زي ما حاشايفين قدامنا. رانيم كسبت آآ نور الشربيني تلاتة اتنين. ونفس الحال بالنسبة لي علي فرج اللي كسب زميله محمد الشرباجي بنفس النتيجة. الناس خلاص عايزة تتكلم في الرياضة وعايزة تشوف الرياضة لان الرياضة فعلا متعة حقية للناس. اخبارنا لسه مستمرة معانا. واخبارنا عندنا اخبار كتيرة. لكن دلوقتي نخرج لفاصل وترجع لنا المترجمات لكثير من الاشتراك في الاشتراك في الاشتراك في الاشتراك في القناة